السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الجديد على قناة شوات ام لنا الفيديو اليوم سوف نرى بات سابلي او لا العجيل المرمل اللي نحتاجه في بزب ديال اللي تاخت ناعدين ولي لكم طريقتي باش كتجيل ديدة وزوينة ونقدر نستعملوها في تقريبا في كالي تاخت اذا يلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تديروا لايك والوقت اول مرة تزروا القناة ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس بيش يوصلكم دائما الجديد اذا على بركتي الله نحتاجه الميتين جرام ديال الدقيق نحتاجه هنا الثلاثين جرام ديال اللوز بودرة قبصة الملح بيضة واحدة وتسعين جرام ديال سكار غلاسي وهنا عندي ميات جرام ديال زبدة مدوبة او لا تكون بحرارات المطبخ اذا اول حاجة نديروا الدقيق في ايناء اللي غادي نخلطو فيه وطبع حال الدقيق اللي كيكون مغربة من قبل هكا كي يعاوننا مش انا كنجمعوها بلابات كنزيدوا عليها اللوز وسكار غلاسي سكار غلاسي سكار غلاسي هذا ما سنغربه من قبل هكا باش نتفاداو ديال حبيبات، مكيبقوش لنا في العجين يعني كي ندمجوا مع الدقيق سوف نزيد اللوز بودرة هناك تغيب اللوز و السكر غلاسي سوف نخلط النواشيف جيدا ثم نزيد البيضة نخلط الصفر مع البيض نزيد زبدة نجمع المكونات نجمع المكونات المكونات دعدي نجمع المكونات نفتح اخليتها للكاملة ومن بعدها نجبتها انا اريدكم طرق باش تستعملوا هاد لابات اما انا كتشدو المول اي مول عندكم مربع مدورة مثل اللي بغيتو شكل اللي بغيتو كتدهنوها بالزبدة وكترشوها بالدقيق باش ما كتلسقش العجينة ومن بعد كتشدو العجينة من بعد ما كتكونوا طلقتوها مطابعة الحال فوق الدقيق باش ما تلسقش كتدهنوها بالمدلك لانها كتكسر وغادي تديروها في المول او لفوق دك المول اللي غادي تستعملوه كتدغطو باش تهود ديك العجينة شوية لتحت ومن بعد كتشدو المدلك او لدلك وكتتحولو انكم تمروه او لدوزوه فوق هادك الجواني بديل المول باش كتقطعوا العجينة وكتجيكم مقطعها سهلة وكيجي كله كل شيء العجينة كتجي كلها مقطعه مرة وحده اذا ندوزوه تحتفظو بهم حتى تديرو بهم اما تختولة صغار او طارتة كبيرة على حسب اللي بقى لكم سوف انا نديرو سوف نديرو نحتفظ به في التلاجة سوف اتخليوها بحلقه منيك تبغو تستعملوها كين زوج ديال اللي استعمالات يائما الوقتو غتستعملوها تدخلوها التلاجة بمدرتو الحشوة اللي غادي تديروها فيها وإلا بغيتو تديرو حشوة باردة أنا غادي نوري لكم طريقة كيفاش غادي تديرو نطيبوها نصطيبة او لطيبة كاملة كتديرو الورق الغذائي وكتديرو فوق منها هنا عندي هاد اللوبيا خاصة نخليها دائما غيل هاد ليبات باش كي يدخلو الفران ما كان طيبهاش كنخليها دائما خاصة اما الحماس او الاعداس او الروز تقدروا تخليوه دائما نديرها بحلقه وندخلها للفران حتى كطيبوها وهي العجينة موجودة وتقدروا تديرو فيها مهم اللي بغيتو كتديرو الحشوة باردة يعني العجينة مكطيبو كتديرو الحشوة اللي بغيتو وكتزينوها باش ما بغيتو بحال انهنا يدرتها بالإجاس ولا بالبعويد ثم تقدروا تديروها بالفخيز بالاناناس بالتفاح مهم باش ما بغيتو على حساب الحشوة وعلى حساب الاطخت اللي غادي تديروها اذا هادو زوج افكار اللابات سابلي كتديرو تصايبوها كيفاش تديرو تستعملوها كتجي فعلا هشيشة ولديدة اذا انتمنى اني نكون في تكم وانتمنى انكم تجربوا هاد الفيديو اذا ما تنساوش اذا جربتوه اتخليوا بليس عليقاتكم في اسفل الفيديو نخليكم مع هذا ونقولكم تلا وفريوسكم و الى فيديو قادم ان شاء الله ابسلم